اعتدنا فيما اعتدنا نحن لما بنيجي نتكلم مع سات النقب عمر الدروش في حالة نتحدث عن قوانين الإيجار الأديم والمحاليات والارتفاعات وتعديلات القانون الجديدة على البناء يعني الحوادث اللي من النوع ده لكن المرة دي احنا بنتكلم فيه الاقتصاد المعارفي أو اقتصاد المعارفة فخلوني ارحب جدا 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 بسات النقب عمر دروش نورتنا ازايك عامل ليه كل تمام دكتور عبدالوهاب غنيم ايضا غني عن التعريف يا دي النور يا دي النور يا اهلا وسهلا مع النقب الله يخليك بما ان احنا بدأنا الترحيب من عند سات النقب عمر فهبدأ السؤال من عند دكتور عبدالوهاب قد يسأل الناس يعني ايه اقتصاد المعارفة ويعني اية اقتصاد المعارفة ده بيجي فلوس صح السؤال صعب يعني واحنا عشان نعرف المشاهد الكريم اقتصاد المعارفة لازم اعرفه اقتصاد الاول اقتصاد التقليدي اقتصاد سهل لا مش سهل برضه عرض وطول لا اقتصاد التقليدي بشكل عام اوه مسلس ليه تلات ادلع دلع الاولان الموارد او المواد الاولية وعادة معظمها بيطلع من الأرض زي المعادن والبترول والغاز والزراعة والمية وكل ده طب الكلام ده هيطلع لوحده لا محتاج الضلع الثاني العمالة أو العيد العاملة الضلع الثالث رأس المال إذن هو ده المسلس اكتملت عوامل الإنتاج آه التلاتة الأولانية طب لما دخلنا في اقتصاد المعرفة هم برضو تلاتة بس استبدل مواد الخام اللي هي الأرض إذا جاز التعبير بالمخ الإنسان قال لك الإبداع والإبتقار فكرة حلو طبعا لازم يكون برضو فيه أيدي عاملة بس مهرة بقى معتمد على التكنولوجيا وفي حد بيمول فلوس كرأس المال طيب مثال يعني أي واحد في الاقتصاد القديم كان عنده مصانع وعنده مزارع وعنده 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 في الاقتصاد الجديد واحد عمل أبليكيشن على الموبايل تستدعي بالتاكسي نعمل أبليكيشن طب الأبليكيشن ده إيه إبداع والإبتقار فكرة جديدة أنا طول عمرنا كنا بناخد التاكسي إزاي بتنزل في الشارع وتمدي إيدك للشارع لا حد ما أقفك لا 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 لما أنا فكر لما اتطورنا يقول لك كلم التاكسي في التليفون يعني كنا عندنا في المعاد يقول لك كلم التاكسي في التليفون وهكذا صح الأبليكيشن عملية خد بياناتك وموقعك صح بعت أمله وشاف أقرب سيارة في المنطقة إليك خد بياناته وبعتها لك وخلك أنتوا الاتنين تتوصلوا وبعت طبعا فيها أمان وفيها كل حاجة لو ركبت التاكسي ونسيت حاجة معروفة الأهالي اللي عندهم بنت أو ولد راكب متابع خط صح الصير ده عملية أو ده اقتصاد معرفة معرفة هي مخ طبعا هو في النهاية الدول اللي عندها مواد خام بقى الدول غلبانة بالدول اللي عندها معرفة جميل هنا هروح لسات النائب عمر درويش مسألة الدعوة أو الدفع اللي بتفكر فيه تنسئية الشباب في أنه الناس تشتغل على إنتاج الأفكار وتثق في أنه إنتاج هذه الأفكار والتكنولوجيا يساوي أموال صحيح هو بس خلالي نقول الأول أن اقتصاد المعرفة ده بالمناسبة مش اقتصاد حديث هو قد يكون الأحدث من الاقتصاد التقليدي أو الجديد عن الاقتصاد التقليدي لكن اقتصاد المعرفة أصلا بدأ من خمسينيات منتصف القرن الماضي وبيشكل حوالي 7% من نتج المحلي العالمي وبيزيد بنسبة 10% سنويا ده معناه أن أنت مش بتتحدث عن اقتصاد لسه ناشئ بالعكس ده فيه دول متقدمة جدا يعني خلينا نقول الدول الأوروبية فيه دول عربية كتير زي دول مجلس تعاون الخليجي زي مصر مصر بدأت تدخل في هذا الاقتصاد بشكل فاعل ويمكن رؤية مصر في 2030 ببنية أيضا على مسألة الاقتصاد المعرفي وإزاي نحن ننمي اقتصاد المعرفة هي الفكرة في الأساس هي فكرة الابتكار الاعتماد على التكنولوجيا المعلومات الاعتماد على الابتكار على الأفكار إن إزاي أن الأفكار دي هي اللي تولد الاقتصاد إزاي أن إحنا النهاردة نشكل المسلسة اللي الدكتور قال عليه من خلال بناء معرفي حقيقي سليم وابتكارات تساعدك على النمو الاقتصادي يمكن هي دي الأهمية والقيمة اللي بيكتسبها الاقتصاد المعرفي دلوقتي وإحنا بنتكلم في ظل عالم يعني مفتوح على بعضه رؤية تنسيقية شاب الأحزاب والسياسيين يمكن إحنا عبرنا عنها في أكتر من مقال ويمكن على الصفحة الرسمية ومقالاتنا وبدأنا نشتغل عليها بشكل فاعل جدا بالتزون مع رؤية مصر عشرين تلاتين إن إحنا نستطيع أن نخلق هذا الاقتصاد بشكل قوي بحيث إن مصر تكون في مصاف الدول المتقدمة اللي بتعتمد على الاقتصاد المعرفي طبعا إحنا لسه برضو هم نقول إن الخطوات لسه ما هياش الخطوات الكبيرة أوي ما هياش الخطوات الفعيلة أوي لكن اتجاه ناحية الرقمنة اتجاه ناحية الحوكمة اتجاه ناحية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات على البيانات على التحليلات على الأفكار والابتكارات أعتقد إن ده حيساعد كثير جدا إن إحنا نشوف مصر متقدمة في هذا الملف خصوصا إن إحنا عندنا تجارب خصوصا إن إحنا عندنا رؤية أصبحت واضحة في عشرين تلاتين إحنا بنشوف إن هذا التحول الرقمي يمكن الفقرة السابقة بتتكلم يعني كمثال للبريد المصري إزاي إن هم قدروا يتحولوا بشكل أو بآخر إلى مسألة الرقمنة هو ده الاقتصاد المعرفي إزاي إنك تحول الفكرة إزاي إنك تحول البيان أو المعلومة الاقتصاد بيدر أموال وبيدر أرباح يمكن مهم جدا إن إحنا نقول إن اقتصاد المعرفة اختلافه عن الاقتصاد الطبيعي إن نسبة العاملين في هذا القطاع بتبقى أعلى من العاملين في القطاع العادي يبقى هنا ده التحول ده هنا الفرق إزاي إنك تحول الفكرة والابتكار إلى اقتصاد ويدر دخل كبير على الدولة ويكون له تأثير في النتج المحلي زي ما أنا قلت يعني بالمثال نتج المحلي العالمي يبقى زي ما برضو إحنا بنقول إن أصبح تراجع ملحوظ في مسألة الاقتصاد التقليدي وصاد اقتصاد المعرفة إحنا بنشوف ده يمكن في الحرب الدايرة دلوقتي في أوروبا إن اقتصاد المعرفة إزاي بيحول التكنولوجيا في هذا المجال إلى إنك تقلل الاعتماد على الخسائر البشري أو العامل البشري بقدر ما تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة عايزين نطور ده سواء على المستوى العسكري عايزين نطور ده على المستوى الاقتصادي عايزين نطور ده على كل المناحي اللي إحنا بنتكلم فيها لو إحنا بنتكلم في مسألة بقى حياة كريمة بناء الإنسان المصري تنمية الأسرة المصرية أعتقد إن ده هيكون مدخل مهم جدا إن إحنا نشوف اقتصاد معرفة قوي في مصر حلو جدا طيب قبل ما أكمل الكلام مع الساة النقم عمضة دروش أرجع مرة تانية لدكتور عبدالوهاب دكتور عبدالوهاب علشان نمشي في مصار الاقتصاد المعارفي اللي يعني يولد أموال يبني دول إلى آخره هل بالضرورة إن إحنا لازم نتبنى تجربة أو مدرسة فأروح مثلا أتبنى التجربة بتاعتمد نتحج الأمريكية في اقتصاد المعارفة ولا أتبنى التجربة بتاعت بريطانيا على سبيل المسأل عشان دكتور عبدالوهاب وكيمبرج على سبيل المسأل ولا أتبنى أنهي تجربة ولا أنا وارد جدا يبقى عندي تجربتي الزاتية اللي بتخرج من منطلقاتي وظروفي لا طبعا هي أضيف بس نقطة على كلام معالي النائب هو أصلا الاقتصاد التقليدي حاليا دلوقتي يقولوا عليه اقتصاد النضرة لأن الموارد بدأت تنضر طبعا اقتصاد المعارفة بيقولوا عليه اقتصاد الوفرة لأن المعلومات بتولد معلومات إذن إحنا فعلا النهاردة الاقتصاد التقليدي بيندثر هو مش يخلص خالص بس بيقل اقتصاد المعارفة بيزيد حلو الاقتصاد المعارفة ما هو أصلا جزء من الاقتصاد الرقمي صحيح ده جزء رئيسي النهاردة الاقتصاد الرقمي وصل حجمه تقريبا حوالي تلت الناتج المحل الإجمالي عدى يعني حوالي 31 تريليون دولار طيب إحنا لما ليجي نمسك بقى الاقتصاد المعارفة مين أكبر دول أمريكا رقم 13 أكبر دولة مين سويد دول اسكندنافية الخمسة هو أول خمس دول بريطانيا رقم 14 بلجيكا رقم 15 ودي دول إحنا فإعني الواحد يتخيل كده لما يقول اقتصاد معارفة حوالي أمريكا رقم واحد لا الدول اسكندنافية ما عندهاش موارد طبعية كتير سنغافورة ما عندهاش موارد طبعية صح لكن هي الدول دي اللي اعتمدت على الإبداع والابتقار طيب نرجع بقى للدكتور كلاوس شواب مؤسس لمنتدر الاقتصاد العالمي لأنه هو ده مفجر حاجات كتيرة جدا مفجر الصورة الصناعية الرابعة اللي هتغير شكل العالم فعلا طيب كل التطبيقات التكنولوجيات الجديدة مبنية على تطبيقات الصورة الصناعية الرابعة لأن اقتصاد المعرفة رغم أنه قديم كان معتمد على الكمبيوتر في بداياته ولكن في الوقت الحالي ليه بيلرز ليه أعمدها رئيسية مبني عليها أول حاجة التعليم احنا في مصر لازم نهتم بالتعليم كويس قوي 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 أنا يعني في حصن حظ قابلت مثلا دكتور مهاتير محمد الله يرحمه كان بيقولك كلام ده من أكتر من عشر سنين كان بيقول أنا ممكن أي حكومة تقابلها كل المشاكل في الدنيا إلا مشكلة التعليم لأنه هو ده الحل الوحيد في كل حاجة هو فعلا إلا إحنا النهاردة اهتمام القيادة السياسية تطوير المناهج التعليمية العملية التعليمية بشكل عام ده جزء رئيسي طيب النحية التانية الاهتمام بالتسريعات وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والابتقار وهنا أنا بس يعني هقول نقطة صغيرة إحنا الشاب المصري اللي عمل شركة النقل الجماعي ما عرفش يسجلها في مصر راح سجلها في دولة عربية دولة العربية سجلتها في بورسة أمريكا بمليار ونص دولار حاصل طيب أنا عايز أقول هنا إيه إحنا ليه منوفرش البيئة التشريعية الداعمة للأفكار ده شاب مصري طيب هنا نرجع فورا للبيئة التشريعية الداعمة صحيح وهنا سيد النائب الدور اللي هتبدأ تشتغل عليه التنسيقية بوصفها مظلة جامعة ومجلس النواب بصفته ودوره الطبيعي في إيجاد التشريعات اللازمة هتعملوا إيه صحيح شوف أقول لحضرتك حقيقة علشان بس انبسطوا الأمور شوية يبقى المشاهد يقول لك يعني عمال حستفيد إيه باقتصاد المعرفة وإيه الاقتصاد يعني أنا مش فهم إيه اللي حيعود علينا إن إحنا تنتقل مصر إلى هذا الاقتصاد الهام جدا اللي أصبح الآن هو يعني اللي بيشغل فكر الدول المتقدمة إحنا عندنا ثلاث محاور أنا بس هاخد من كلام السيد الرئيس في آخر حديث له عندما أتحدث عن مسألة 300 ألف طالب تقدمه من كميات عندسة ده مؤشر خطير ده مؤشر خطير لأنه هو ده على فكرة أحد أجزاء اقتصاد المعرفة إن إحنا محتاجين طفرة في المناهج التعليمية اللي تقدر تحقق لنا ده شوف إحنا من غير مسألة التعليم حيبقى عندنا أزمة جبيرة جدا يعني الدول بتتقدم دلوقتي بالعلم والتكنولوجيا وثورة والثروة المعلوماتية إحنا محتاجين نركز في هذا القطاع أعتقد إن الدستور إدى مناخ ملائم لمسألة تطوير التعليم بكل أفرعه بالنسب اللي أقرت في الدستور من الناتج القومي أو الناتج المحلي القومي لتطوير التعليم محتاجين نطور التعليم؟ أه محتاجين نطور التعليم محتاجين بقى تشريعات؟ أه فعلا إحنا محتاجين تشريعات لأن لسه الرؤية العامة في إطار تشريع يضبط مسألة الطفرة الخاصة بالاقتصاد المعرفي إحنا لسه محتاجينها المؤشر اللي قاله السيد رئيس الجمهورية ده مؤشر خطير ينبه كل العاملين في القطاع سواء الحكومي أو التشريعي بضرورة سنة تشريعات تساعد في تطوير العمليات التعليمية ويبقى فيه جزء من عمل البرلمان يراقب هذه العملية والتحول ده مهم جدا يكون فيه أسرع وقت اللي أنا بقول لحيك إحنا من منتصف القرن الماضي الإقصاد المعرفي بدأ يعني هذا المصطلح يبدأ ينتشر في الدول فيه دول عربية سبق كتير فيه هذا المجال ويمكن دكتور طرح مثال أحد الأمثلة وفيه أكيد أمثلة تانية كتير عندنا عقول مبتكرة عندنا عقول مبتكرة محتاجة رعاية محتاجة رعاية محتاجة مضالة شرعية أم محتاجة مضالة شرعية وأعتقد أن التنسيقية يعني هتعمل في هذا الإطار أن إحنا نحاول نبلور فكرة تشريعية أو إطار تشريعي يساعد الدولة المصرية على الانتقال سريعا من الاقتصاد التقليدي المبني على الموارد يعني إحنا بنعاني منها برضو إلى الاقتصاد معرفي نستطيع أن إحنا نسخره لتعظيم الموارد صح يبقى أنت محتاج النهار ده تعليم ولو أنت النهار ده محتاجة تشريع أعتقد أن البرلمان لن يتأخر في هذه المسألة محتاج أنك إنت كمان تبلور هذا المفهوم داخل إطار تشريعي بالاقتصاد المعرفي لا أعتقد أن البرلمان حيومانع زي المتحدة إحنا في التنسيقية بدأنا هذا في المتديات الخاصة بتاعتنا أن إحنا بدأنا نناقش هذا الموضوع يعني أعتقد أن ده برضو خطوة إيجابية محتاجة برضو من اتجاه آخر الحكومة والدولة المصرية أن هي تنطلق أيضا في تعريف الناس وتوعية الناس بقيمة اقتصاد المعرفة لأن أنت النهاردة بتشوف نماذج يعني من الشباب وأجيال من الشباب بتروح في اتجاهات قد لا تتوافق مع سوق العمل ولا تتوافق مع مسألة تنمية الاقتصاد بهذا الشكل يبقى أنا محتاج كمان أوجه محتاج أن أنا أدرب محتاج أن أنا أقاهل عشان يبقى عندنا في أسرع وقت جيل قادر على أنه يحمل الدولة إلى مسألة تطبيق اقتصاد المعرفة بشكل فعل فبس قولا ده مهم جدا للدولة التعليم ولا مانع إذا كنا محتاجين لتشريع نحن نبدأ في هذا الموضوع وكمان اقتصاد المعرفة نحن نبلوره بشكل واضح داخل القانون المصري مفيش مانع طبعا حلو خالص طب ده أخيري مرة تانية لازم هرجع لدكتور عبد الوهاب لأنه حتى أثرت نقطة شديدة الأهمية على واهية هي مسألة العمل على تطوير التعليم المصري يمكن دي أشار فيها ست النائب عمر اللي كلام الرئيس على تلتمية ألف خريج من كليات هندسة نجح 111 عشان ياخدوا منحة يتعلموا فيها على حساب الدولة قيمة أو قيمة المنحة لطلبها 30 ألف دولار على فكرة بمناسبة دي حاجة يعني تحسب الدولة أنه يقولك أنا ما عنديش مانع على أي عدد من الشباب المصري أنه نقدر نطوره ونضربه لما يحصل أنه تلتمية ألف والرئيس يوجه بأنه اللي هينجح هنديله المنحة يعني هقول في أقل تقدير رئيس عام الحساب ويمكن على 150 ألف منحة مضربة في 30 ألف دولار يعني يا جماعة أنا هستثمر في التعليم قبل الاستطاع فينجح لي 11 يا أستاذ يوسف لو تفتكر بارتو زيارة فخمطة الرئيس لجامعة كفر الشيخ من شهر وزار كليت الزكاية الاصطناعي قال للطلبة أنا عايزكم تتخرجوا عشان أخدكم في العصامة القدرة الجديدة حلو مين اللي حيديرها؟ هي بتودر كلها بإنترنت الأشياء جزء رئيسي من ثورة صناعية الرابح لأنه هو ده السنسورز اللي هتبقى في كل حاجة طب مين اللي حيدير هذه الأبليكيشنز؟ طب مين اللي حيدير منظومة النقل الزكي الجديدة اللي في مصر؟ الأهم من كده ده احنا دخلين على عالم الميتافيرس الواقع الافتراضي دخلين خلاص يعني احنا مجبارين دخلين على العتبة يعني ما فيهاش ظهر انت تعرف ان العالم الافتراضي محتاج في العشر السنين اللي جايين 23 مليون وظيفة ايه هم 23 مليون وظيفة؟ مطور برمجيات أمن المعلومات اللي هنشتغله في الفيرش والرياليتي والأجمينتدري اللي هشتغل في تحليل البيانات الضخمة اللي هشتغل في تطبيقات الزكاية الاصطناعي طب احنا محتاجين احنا صحيح عندنا كلية 2-3 دلوقتي زكاية الاصطناعي لكن ده احنا محتاجين حتى الكليات العادية محتاجينها يعني علماء علم النفس وعلم الاجتماع ده لازم يدرسوا من دلوقتي ظهرة الميتافيرس دي هتأثر ازاي على العمل وعلى الأسرة وعلى بيئة العمال ده النهاردة هتلعلك شركات افتراضية شركة قانون نفسه لازم يعمل كده شركة افتراضية ملهاش مكان وحيبقى ليها سجل تجاري ليها في الواقع سجل تجاري بس ليها في الميتافيرس هتعمل بيزنس جزيرة بربادوس فتحت السفارة في عالم الميتافيرس الواحد يقول لي هتفتح السفارة ليه؟ لأن العالم الميتافيرس مش هيبقى عالم واحد الناس بقى بتشتري اراضي في صحيح اعمال كتيرة جدا لو دخل يعني اكبر شركة مثلا تشتغل في الوسائل التواصل الاجتماعية عندها اكتر من مليار عميل لما تعمل ميتافيرس هيبقى عندها مليار عميل لو انت زي ما هقولت لو عملت اعلانات فيها يبقى مليار عميل شاوفوا الاعلانات بتاعك بس انا هنا يمكن هفكرت بصوت عالي واخد من كلام النائب بعمر الدرويش حاجة واحنا كمان لازم نشتغل على مسألة توعية المواطن باهمية ده المية و 111 خريج جمع اللي نجحه وصده من ناحية تانية اللي هم تقريبا هيطلعوا برضو التلتمائة الف لانه ما كانوا تلتمائة الف وشوية تلتمائة الف بني ادم ولا واحد فيهم اشتغل على نفسه بعشر قروش احنا بذبتو انا بيقضي حياته عن موبايل يلعب جيمز معلش احنا ما فيش التحفيز والتوعية الشملة يعني احنا بنقول برامج الاعلام بشكل عام اللي هو مؤثر الى حد كبير سواء اعلام رسمي او اعلام حقومي او خاص او رقمي حتى الى حد ما مهتم بقضايا اخرى اهم من هذه القضايا طب انا هقول لحضرتك حاجة دكتور عبدالوهاب غنم نفسه هذا الحجم العلمي هو كان الاعلام زمان يا دكتور وحضرتك قاعد بتشتغل على نفسك وبتدرس وبتتعلم وبتلف في الدنيا كان الاعلام بيتكلم على الحاجات دي لا خالص دلوقتي مش في اعلام قضي يعني حلو حضرتك بقيت كده ليه فاند اشتغلت على نفسي اه طبعا اشتغلت على نفسي هل يعقل ان تلتمئة الف خارديج هندسة وحوسابة وكمبيوتر ساعت ده كليتهم ولا واحد باستثناء المية واحداشر فكر انه يشتغل على نفسه قبل ما يقدم للملحة ماهما لو شاف نمازك الى حد ما قضوة ليه وتطوير المناهج نرجع تاني لتطوير المناهج ان احنا اللي بتصرب برضو عالبحث العلمي مازال ضعيف مو احد الحاجات الاساسية دي يعني فيه كليات تكنولوجيا المعلومات ما عندهاش مختبارات يعني هما بشافش انه موزك زياد دكتور عبدالدوهاب طب ما شافش نموزك زياد دكتور زويل الراجل جاي من البحيرة على كلية العلوم في جامعة اسكندرية على كلتك يعني يا دين النبي محمد صلاح ده نموزك تاني خالص نموزك في النهاية اللي بيشتغل على نفسه اللي عاوز الحاجة طب ما سمعش عن المواطن الصالح إيلوم موسك خالص يعني انا نبقى خارج هندسة او ما عرفش مين ما فكرتش في لحظة إيلوم موسك ده مشواره كان عامل ازاي دهوقات خرج هربان من جنوب إفريقيا يروح على كندا ويعمل آآ باي بال وبعدين يبيع ويأسس الشركة وبعدين يعمل تسل يعني مش عايز قولي معينا لانتها كده أنا لحكيه ده صلاحة بتوجه بصراحة يا ستازي يوسف أنا لما عدت مع بيل جيتس أخنا راجل في العالم كفوات ده الفين وتمانية الراجل بيتكلمني زي زي وأنا أنا مقتنع إنه هو آآ ايكونة هو فعلا ايكونة الناس اللي بتشتغل في هذا الكلام ده هو طالب كان بيعمل برمجيات وجيمز الناس ما عملوهاش لدرجة سابق جامعه ما يكملش بس النهاردة بيناقش رسائل دكتوراه حلم حلم طيب هنا هروح مرة تانية بسوء والنبي هي دقيقة بس عشان أنا عايز أسأل ست النائب على حاجز غنططة هل المسألة ست النائب بس مرتبطة بمسألة إن أنا عايز أوعي المواطن والمجتمع بأهمية اقتصاد المعارفة وكيف يدر عليه من أموال قد المحيطات وموارد طبيعية وهيحميه من أزمات زي من أزمة المي يعني بص حضرتك الموضوع ده في منتهى الخطورة لأن مهم جدا اللي بيسمعونا وبيشاهدونا شوف العالم النهاردة بيخفز قفزات مهولة في بضع أيام أنت يعني إما كنتش أنت حتواكب هذا العالم أما أشوف إما حتبقى سيد من أساد هذا العالم أو عبد من عبيد هذا العالم يعني أنت ما عندكش أي خيارات دلوقتي إحنا قبل كده في السبعين تمانين مئة سنة اللي ما كانتش القفزات بهذا الشكل إحنا بنشوف النهاردة الحرب السبرانية بنشوف النهاردة إزاي الدول بتدمر الدول عن بعد إما كنتش أنت حتقدر تواكب هذا التطور الرهيب السريع وتكون سريع وتكون فاعل في حاجة مهمة برضو إحنا مش هنقول إن الصورة غمقة يعني أنا عايز أقولك إن لو أنت جد دورت على الفاعلين في هذا القطاع وقطاعات أخرى بتلاقي منهم مصرين كتير فأنت عندك عقول مهاجرة كتيرة جدا في مجالات في منتهى الأهمية لم تجد لها البيئة الحاضنة بشكل فاعل جوى مصر ده اللي إحنا محتاجين وده اللي نشتغل علي تخلق البيئة الحاضنة لهذه العقول حتى تستطيع أن تثمر داخل الوطن فتهيأ لها البيئة وتعيأ لها طبيعة يعني العمل فتقدر تنتج وتبقى قوي يعني هو بيهاج لأنه ما كانش فيه بيئة أعتقد إنه ما كانش المفهوم اللي إحنا بنتكلم به أو هذه الكلمات اللي إحنا بنتكلم به النهاردة كانت إلى حد ما لها صد لا أنا أعتقد إن يعني فقرة زي إحنا بنتكلم فيها دي وفقارات أخرى والإعلام يبدأ يركز على هذه الجزئيات الهمة أعتقد إن الدولة حتستجيب والخيط ده حتلقوته بشكل سهل جدا لإن أنا عندي يقين بإن الدولة يعني تتمنى إنها تستمر وتسير في هذا المنهج إلا ما كانش الرئيس صرح على هوا في الموضوع ده ده مؤشر أنا بأخده مؤشر إن الدولة عايزة تتحرك فأنا أتمنى إن إحنا نشوف من حيث المجلس ما عندناش منع إطلاقا في مسألة التشريع إن إحنا نخلق البيئة الحاضنة لهذه العقول من خلال تطوير التعليم من خلال استحداث أو تشريعات تساعد في إنشاء المناخ المناسب لإنك يبقى عندك اقتصاد معرفي قوي في مصر أنا عايز أشكركم جدا على هذا الكلام دكتور عبدالوهاب نورت وشرفت كمجارة العادة ست النائب عمر الدرويش نورت وشرفت كمجارة العادة ابني الطالب ابني الخريج هتيجي تقول إن عايز المثل أقول لك دكتور عبدالوهاب غنيم موجود معانا في البرنامج مثل أهو أهو قدام حضرتك فما تجيش تقول لي أصل اللي حاوز يعمل حاجة يعمل طيب وهتساعدونا إزاي أقول لك أهو النائب عمر الدرويش موجود أهو هيشتغلك على خلق البيئة الحاضنة هو بقيت السادة النوافي بخلق بيئة تشريعية مواتية جدا وبيئة حاضنة في هذا الوطن علشان خاطر حضرتك تقعد هنا هتبقى تلت ومتالت سهلا هي خلصت الحلقة بس لسه الكلام مخلص شلينا كلام كتير لو كلنا العمر هنكون موجودين مع حضرتكم بكرة من دومياط أو النعم هتنبسطوا جدا معنا في دومياط أوي هتشوف دومياط كما لم تراها من قبل وهتعرف عن دومياط ما لم تكن تعرفه من قبل وهتفهم يعني إيه صناعة موبيلية تنطلق إلى أفاق العالمية وده بجد من دومياط وليعم يوسف هتشوف بنفسك بكرة مرأة العين والبصر لو كلنا العمر نقابلكو بكرة من دومياط سلامات اشتركوا في القناة